ترطن قرآن الكريم وقال رسمي وفقه او عمالي التشارع نعيه حرام تايدا عددس تفم غالتا تشوهر وحانا كو ترطميه إلا افر كوحوت وفقه سؤال ديكسية ده قرآن كيكو يالا ما غالتا تشوهر عاصم ده دولات قبل هاتك إرشبه لك سيدا واربهن تاسي لوو حيو وريحي عبد الرحمن حسين عمر ودن لك ترطن قرآن الكريم وعي خوان إسا ور باهم تسي تفم من الأخير من قراء الله ومن المساعدة من البلانساري، إمام الشافيق أو بكر الصديق من البلانساري، إمام الشافيق أو بكر الصديق من البلانساري الموضوع من قرآن آخر سورة 435 وأن يتعلم لنا نفسه ومن المسؤول عن القرآن الكريم يَوْمَ لَا يُبْنِي عَنْهُ مَوْلَهُ مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ إِنَّ شَجَلَةَ الزَّبُّونَ طَعَمُ الْأَذِيمِ كَالْمُولِ يَغْرِي فِي الْبُدُونَ كَبَلْهُ مُتْلُونَ فِي الْبُدُونَ وَلَمْ تَسْطَدِعُوا أَنْ تَعْجِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيِّلِ فَتَذَرُوا هَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُسْلِحُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تُحْفِلُوا خَيْرٌ وَإِنْ تُسْلِحُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَقْ خَيْرًا لَكُمْ فَإِنْ تُسْلِحُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْفَلُونَ وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا وَإِنْ تُسْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْفَلُونَ السؤال الثالث والأخيرة اقرأ قوله تعالى في سورة المائدة الآية 18 الصفحة 111 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير